أولاً هيكلة الفريق من جانب الإداري ثانياً هيكلة الفريق من جانب الفني سعود لزاند رينار من ثم سنوات حتى ثالثاً اللي هو أهم اللي هو مشروع اللعب المشروع اللعب هذا هو كل مرة كان يتكلم عليه اللي لازم يكون ثاني من العشر سنوات حتى للفريق الأول وأخيراً اللي الأنظار رح تصب على الفريق الأول هي اختيار المدرب اللي الفلسفة نتاعه والاستراتيجية نتاعه تناسب الفريق الكبير هذا فريق سطيف ما نقدرش نتكلم ونقول على سطيف ما فيهاش لعابين يعني من البراعم حتى الفريق الأول سيتين فيل دو فوتبول سيتين فيل وينكانت كل مرة تنجبلنا لعبين من المستوى العالي جابوا الإنسان اللي يعني راه في الطريق هذه وكل مرة كان يتكلم بهذا اللغاج هذا نظن الاختيار يعني مية في المية صائب نتمنى للنجاح وإن شاء الله نفرحوا به خالد في نفس البحر اليوم والبليس امبرطن البليس امبرطن ستنكادر الجريع إطار جزائري إطار جزائري اللي هذه مرش متعودين نشوفوها في هذه السنوات القليل